أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا يسعى ويهدف ويرجو أن يصل إلى الفلاح في الدنيا والآخرة غير أن هذا الهدف وهذه الغاية وهذه الأمنية لا تأتي من نفسها فلا يجلس الإنسان ويجد نفسه قد أفلحه ولا يجلس الطالب فيجد نفسه قد نجح ولا يهمل المريض فيجد الشفاء قد جاء وإنما لا بد من الأخذ بالأسباب لا بد من السعي لا بد من الجد والاجتهاد وأن يكون اجتهاد الإنسان في الطريق الصحيح حتى يصل إلى الهدف الصحيح وإلى الهدف المرجو كما يقول أهل الله تصحيح البدايات تصحيح للنهايات إذا أردت أن تصل إلى نهاية صحيحة وإلى هدف صحيح مقبول فقدم له وقدموا لأنفسكم فإذا أراد الإنسان أن يصل إلى الفلاح وإلى ما عند الله سبحانه وتعالى فإن عليه أن يجد وأن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في خطبة من خطبه الشهيرة حال الإنسان وأنه بين عمر مضى وعمر قادم وأن الإنسان لا يعلم الغيب وأنه لا سبيل له لمعرفة ذلك فعليه أن يجد وأن يجتهد حتى يصل إلى النتيجة المرجوة فيقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم إن المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وآجل قد بقي أعمار ما زالت للإنسان طالت أو قصرت على حسب مراد الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره وآجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه ثم ماذا؟ فليأخذ الإنسان من نفسه لنفسه من شبابه لهرمه من حياته لوفاته من صحته لمرضه كل هذا يدعون إلى أن نبحث عن الطريق الصحيح الطريق الصحيح الذي يأتي من ورائه الفلاح هو طريق الله سبحانه وتعالى طريق الطاعة طريق الجد والاجتهاد الله سبحانه وتعالى يقول وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيبًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجه الناس ما الذي يوصلهم إلى الفلاح؟ نجد في بداية الدعوة وبداية إرساله صلى الله عليه وسلم للناس في مكة كان يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوه فأول شيء وأول سبب من الأسباب التي توصلنا إلى الفلاح أن نداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى خاصة قول لا إله إلا الله فنكثر ونداوم من ذلك ثم أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى فمهما أسرف الإنسان ومهما فعل ومهما قصر فإن عليه أن يرجع وأن يقف مع نفسه وقفة بحيث يفكر فيما فعل إن المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى ماذا فعل في هذا العمر الماضي؟ هل أطاع الله سبحانه وتعالى؟ أم كان عاصيا؟ إن كان طائعا فالحمد لله رب العالمين وليجد ويستمر على ذلك وإن كانت الأخرى بأن كان عاصيا كان يكذب كان يغتاب الناس كان يمشي بين الناس بالنميمة كان لا يجد ويشتهد في عمله كان مقصرا أيا كان نوع التقصير فإن عليه أن يقف مع نفسه وقفة جادة بحيث يغير مساره يتحول من حال إلى حال فإن علامات قبول التوبة وعلامات قبول الحج وعلامات قبول الطاعة أن ينتقل الإنسان من حال إلى حال آخر من حال ليس حسنا إلى حال حسن من حال حسن إلى حال أحسن فالطريق إلى الفلاح في الدنيا والآخرة بالجد والاجتهاد بذكر الله سبحانه وتعالى بمراقبة الله سبحانه وتعالى في أقوالنا وأفعالنا في طاعتنا لله سبحانه وتعالى وأول طريق لذلك هو أن يحاسب الإنسان نفسه وأن يجدد التوبة والعهد مع الله سبحانه وتعالى وأن يرد الحقوق إلى أصحابها إن كان أخذ حقا ليس له بهذا يكون قد أخذ السبب الذي يوصله إلى الفلاح إن شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بأن يجعلنا من المؤمنين المفلحين الذين يدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته